في شأن الشرق الأوكراني حيث أصيب جنديان أوكرانيان بجروح في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن الجنود أصيبوا إثر المعارك التي شهدتها بلدة بوتوفكا منطقة ماريوبول تبقى أسخن النقاط على الجبهة حيث تعرضت بلدة نوفا ترويتسكوي إلى قصف عنيف باستخدام قذائف الهاون كما شهد يوم الأمس تبادل الإطلاق لإطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصالين في جميع الخطوط على جبهة دونينسك في اتجاه لوهانسك سجلنا نشاطا متزايدا للمسلحين مقارنة مع يوم أمس كما سجلنا انتهاكات لوقف إطلاق النار حيث أطلق العدو النار من الأسلحة الخفيفة قرية لوهانسك ولوباتشفا شهدتا إطلاقا لنيران القناصة كما أطلقت الجماعات المسلحة النار في مناطق نوفا زفانكوفا ونوفا أليكساندرافكا في الأماكن الأخرى كان الوضع هادئا عشر هجمات هي حصيلة الاعتداءات في اتجاه لوهانسك